ده له مردود إيه على الاقتصاد مردود كبير جداً أولاً إحنا الدولة من 2014 ما صارها الاقتصادي اختلف تماماً عن ما قبل عن ما قبل أعني بها مرحلتين لأن احنا عندنا في التاريخ الحديث المصري فيه مرحلتين في الاقتصاد المرحلة من 2000 ل2011 دي مرحلة تغير أصلاً في شكل الاقتصاد حكومة كانت بتشتغل بفكر رأس مالي فكر سوق حر وكانت بتاخد خطوات في ده بمعارضة وبمعوقات كثيرة جداً ويمكن الناس بس بتنسى لو رجعنا للحقبة دي في تاريخ مصر هتلاقي كل الكلام كان عن الغلاء والتضخم والمواطن والدعم وهل هنلغي الدعم ولا لا من 2000 ل2011 كان السيناريو ده قائم في مصر صحيح جات 2011 قضت على كل شيء كانت الأحداث ضخمة جداً الدولة ما قدرتش تتحملها كبنية تحتية كمنشآت اقتصادية كاستثمار أجنبي موجود في البلد لأن ما كانتش على قد مصر ده كانت منطقة كاملة فيها سوارات بتموك بالأحداث وبتموك بالأحداث فالمستثمر الأجنبي ببساطة بينسحب بسهولة ويخرج إلا من رحمة ربي اللي عنده مصانع وده دايماً نقول لذلك الصانع لو أولوية كبيرة ده موجود مصنعه موجود هيداً نقعد مرنا بمرحلة صعبة جداً في التاريخ اللي حصل فيها الاضطرابات الأمنية والإرهاب وغيره دي كانت برضو من المراحل اللي بتعصف تقريباً بالاقتصاد المصري استثمرات مفيش المستثمرين والصنع سواء كان محلي أو أجنبي كان عنده مشكلة كبيرة جداً في كل شيء أسعر صرف ماشي تدبير عملة موجود أزمة في الأمن كبيرة جداً المواني المصرية وطاقتها الاستعبية كانت ضعيفة جداً في الفترة دي وجينا في نقطة جديدة في التاريخ المصري وهي 2014 وتولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ مرحلة جديدة جداً وهي اقتصاد حر بكل ما تعنيه الكلمة مع ضمان اجتماعي للطبقات الأقل داخل حلو ومشينا في المصار دا والمصار دا بيحتاج موضوع مش بسيط في الاقتصاد ان انت تشتغل باقتصاد السوق الحر وبان ان انت يبقى عندك تحرير لكل الأسعار ان انت ما عندكش مشكلة الدعم اللي بتقرج دائماً الدول بس برضو في قيادة سياسية عينها على المواطن البسيط عينها على محدود الدخل فده انه يشتغل في محورين متوازين انشط الاقتصاد وكبر كحكة الاقتصاد بلغة بسيطة فقدرنا نضاعف اقتصاد مصر من 140 مليار دولار ده جمال الناتج القومي في مصر وصلنا لربعمائة مليار دولار ده ما بيحصلش من 14 ل20 22 كنا 100 مليار دولار وصلنا لربعمائة مليار دولار اربع اضعاف اربع اضعاف اربع اضعاف انك تكبر كحكة الاقتصاد ده موضوع ضخم جداً انه يحصل في عشر سنوات ويمكن الناس ما بتبصش على الارقام وتشوف تبدأ حصل ازاي ده معناه ايه بالمناسبة في الاربع سنوات دول ازي في العشر سنوات دول انا تعدادي ما زادت شربع اضعاف نواجزء من حجم الاقتصادي بتاعي هيبقى التعداد زاد وبالتالي ايد العمل زادت انا زدت الربع وفي اليد العمل بطبيعة الحال ممكن اكون برضو زدت ال 25% لكن لما زودت الاقتصاد بتاعي انا زودت اليد العمل اكتر عشان اقدر اخلق فرص ولذلك في نقص شديد في معدلات البطالة في مصر ان انا وصلت الارقام غير مسبوقة عندي فرص العمل على فكرة موجودة والشاب اللي بسمعنا النهاردة ممكن يقولك طب انا مخلص وقاعد ما بيشتغلش الكلام ده مش مسبوط لا الفرص موجودة هي محتاجة بعض الساعي لان الشغل بقى فين انا الوادي والدلتة خلاص عندي المناطق الجديدة اللي حصلت مصر فيها زيادة في الرقعة اصلا ضعف مساحتها في العشر سنين انا كنت 7% تقريبا من مساحت مصر بقيت تقريبا 13% النهاردة معمور فيه شغل عندي منطقة شرق العيوانات وتشكة مشروع تشكة اللي كان شبه وقف تماما وانتهى رجع ورجع احسن من الاول بفكر متحضر اكتر وفكر اقتصادي اجمل صحيح عندي منطقة المينيا بغرب المينيا كل ده في الاصطلاح الزراعي ما كانش متوقع مستقبل مصر الريف المصري على اليد الاخرى سينة واللي حصل فيها من تنمية ففي الاقتصاد احنا كبرنا ده خلقنا فرص عمل قبلتنا بقى تحديات كبيرة جدا حالك بتشتغل دائما في الاقتصاد النهاردة وهي تحديات العالمة ان انت في عالم يحصل حاجة في الصين يحصل مشكلة في اسواق الامريكية تسمع معاك في نفس الوقت ده ما كانش برضو زمان بالسرعة دي فإيه اللي حصل جالنا جائحة الجائحة وقفت كل العالم وقفت كل المشروعات اللي في العالم احنا من الدول القليلة اللي اتكلم عنها البنك الدولي وصندوق النقد اللي لم تتخذ اجراء وقف المشروعات بالشكل الكامل وبنشكر ربنا والقيادة اللي خدت القرار ده لان ده كان ممكن يأثر اثار سلبية كبيرة جدا على مصر انا عندي خمسة مليون بني ادم بيشتغلوا في المشروعات الكبيرة بالضبط عندي خمسة مليون بني ادم شغالين والخمسة مليون بني ادم وراهم اسر وراهم مصانع بتديهم خام يعني دول بيشتغلوا بشكل مباشر لو وقفوا اللي بينقلهم الخمات واللي بيبدأ يصنع في سلسلة الامداد بقى في سلسلة الامداد كلها توقف ده ما حصلش الحمد لله خرجنا من دي وكنا عندنا القوة والقدرة ان احنا نكمل بدون ما يشعر المواطن البسيط بما حدث من ازمات اقتصادية جات الازمة الاجبر وهي الحرب الروسية الاوكرانية كان مرضودها علينا في مصر قوي جدا لسبب واحد ومهم ان دول اكبر دولتين بينتجوا الامح في العالم واحنا بنستورد منهم واحنا من اكبر دولة رقم واحد في العالم استرادا للقمح والحمد لله برضو كان فكر كده السياسية السابق في انشاء مشروع الصوامع صح وإلا كنت هتبقى عندك مشكلة كبيرة جدا قدرت تعمل زيادة في الرقعة الزراعية يزيد انتاجها ما كانش هيبقى فيه عندي فرصة اخلق مخزون استراتيجي من الامح فكنت هتبقى مرتبط دائما بسلاسل الامداد لو وقفت يقف رغيف العيش كورونا في اوكرانيا بخ شكرا كان هتحصل ازمة كبيرة انا بنقعد نبص الله يا استاذ يوسف تحط فيه قاعدة في الاقتصاد يعني لو حصل ده اف زن ايه الناتج لو قلت ما كانش فيه تغزين اتعمل فيه 2015-2016 صوامع وكان مشروع كبير كل الناس كانت بتتكلم عنه مشروع صوامع الغلال في دومياته في فنسويف وفي جنوب اه السيوت وهكذا ده لو مش موجود كان المخزون الاستراتيجي عندك من سلعة زي الامح في وقت ما بدأت الحرب ووقفت سلاسل الامداد كنت ممكن يبقى عندك ازمة في الديه وازمة في الريف المدعوم للمواطن البسيط ده ما حدش حس بيه ويمكن ما حدش تكلم عنه برضو زيادة الزراع في الامح كان كل الناس دايما تتكلم ليه مصر ما تنتجش الامح هناك تافي ذاتيا طب ليه فعلا ليه ليه ما كناش في عهد الرئيس مبارك وغيره لسبب واحد توصيات صندوق النقد الدولي لمصر وموجودة وازالت على الانترنت تقارير من 2006 و2005 وما قبله يا جماعة ما تزرعوش امح الامح في هذه الدول ارخص بكتير جدا ما انت تزرعه وتنتجه استغل الرقعة الزراعية المحدودة وكمية المياه اللي عندك في زراعات اخرى فانتشرت زراعة الموالح الفاكهة علشان نصدرها للدول اللي محتاجاها نجيب بعملة صعبة ونستورد الامح ارخص ما نزرعه فكانت هي معادلة دولية في ظل نظام العولمة البنك الدولي بيدي توصياته للدول حضرتك ازرع ده وما تزرعش ده طب معلش انا في الحتة دي هسأل طب وانا دماغي فين مش هحكم على حد في مرحلته يعني دماغي فين ده وقته ممكن نتكلم يعني خلينا نعديها الناس خلاص مش موجودة خلاص رحمة الله عالجميع بس النهاردة ما بقناش بقى نسمع ده يتقلينا توصيات ناخدها نفكر فيها وادرسها يتقلي بقى ازرع ايه وما ازرعش ايه انا صاحب قراري ويمكن ده برضو الجديد ان مصر من 2014 قرارها مستقل تماماً كلمة نسمعتها في مدخلة مع احد الخبراء في الانتخابات وفي العمل السياسي بيقول ان مصر اصبحت دولة مستقرة في قرارها مستقلة في قرارها ولا تتبع الشرق او الغرب ده حقيقي وده بقى سباب النهاردة يجي لي صندوق النقد يقول لي انت محتاج تعمل مرونة في سعر الصرف محتاج تعاوم بنتكلم اقتصاد هو يقول توصياته بس فيه قرار سياسي قراري انا انا شايف ده مرضود وقع المواطن بتاعي مرضود وقع المواطن البسيط فالريس لما قال لما كنا ببرج العرب وقال لو التعويم يضر بمصلحة المواطن مش هعاوم واللي يزعل هو ده اللي نقصد هنا قراري انا